فجاءت أحاديث تدل على أن صلاتها في بيتها بل في قعر بيتها ودارها أفضل إذن صلاة الرجل تخصيص للرجال صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل على القول الأول أن الرجل نصفة الرجول غير مقصودة وغير معتبرة وسيقة مساق الغالب وهنا أصحاب هذا القول قلوا لا لأن الحديث فيه خصوص للرجال صلاة الرجل أما المرأة فجاءت أحاديث تدل على أن صلاتها في بيتها بل في قعر بيتها ودارها أفضل إذن صلاة الرجل تخصيص للرجال وألف الرجل للجنس فتشمل الجميع والرجال هم المأمورون بالسعي إلى الجماعة بخلاف النساء فصلاتهن في البيوت خير لهن وأفضل كما عند أحمد من حديث أم حميد السعيدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علم لكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وهذا واضح لأن المرأة كلما كانت أبعد عن الرجال فهو أفضل لها ولهذا لا تدخل في عموم هذا الفضل لكنها لو صلت قصدت أرادت حذرت مثل معنا في الحرم ففضل الله واسع ونسأل الله أن يشملها هذا الأجر العظيم لكنها في الأصل ليست مخاطبة ولا مقصودة فيه